على ضفاف نهر دجلة في ناحية الإسحاق بمحافظة صلاح الدين عثر أحد السكان المحليين على كلب الماء الأوراسي الفريد جدا في سابقة هي الأولى من نوعها في العراق والشرق الأوسط والثانية على مستوى العالم ما يميز كلب الماء هذا طفرة المهاق النادرة للغاية أو ما تعرف بالبينو وتظهر الطفرة واضحة على لون الكلب ومن أهم صفاتها ظهور الأجزاء الرخوة للحيوان باللون الوردي وعينيه باللون الأحمر بينما يزين اللون الأبيض أظافره وبخلاف كلاب الماء ذوات اللون البني تكون الرؤية لدى كلب الماء النادر ضعيفة جدا وفي حديث مع الصياد الذي عثر على الكلب النادر أكد أنه عثر عليه بالصدفة أثناء عمله رافضا الكثير من العروض المغرية لشراء الحيوان منه كنا ندب الشبج لاحظت ظهور هذه الحيوانات يعني على الشبج تضرب الشبج وتطلع تضرب الشبج وتطلع تشق الأشباج وهذا اللون بيناتهم يعني كلهم أفراخ جميعهم يعني اللون أسود مجرد أنه هذا اللون أبيض بيناتهم فهذا النظر ماله ضعيف سبحان الله فبقى يعني على الشبج نايم ما يقدر يتحرك فأجبته وسحبته هنا أخذت لصور ومقاطع نشرته فوصلت إلى البيئة يعني قبل لا توصل البيئة يعني جماعة أنطو مبالغ يعني وصل حد الخمسين ألف دولار فأني رفضت أبيعه ويعد كلب الماء الذي يعرف أيضا بقضاعة ماكسويل من الضوار المائية النادرة والمهددة بالانقراض في العراق حيث لا تزال موجودة بأعداد محدودة في مياه الأهوار وسجلت الحالة الأولى لهذه الطفرة في بريطانيا وهذا هو التسجيل الثاني الذي تم من قبل منظمة المناخ الأخضر العراقية ومع ندرته يتساءل مختصون فيما إذا كانت الجهات الحكومية المعنية ستتكفل برعايته وتتبنى حمايته أم أن مصيره سيكون مجهولاً ترجمة نانسي قنقر